موسيقى أسعد الله وأوقاتكم متابعين الكرام أسأل الله أن تكونوا بخير أنتم وأحبابكم ومن حولكم طبعا اليوم توقعتنا ليوم الأربعة 12 أيار القمر اليوم رح يتنقل ما بين الثور وفي ساعة الظهر رح يكون في برج الجوزاء الآن بما أنه موجود في برج الثور رح يكون موجود في منزلة الهقعة وهي زي ما حكينا يوم أمس لأنها هي ممتدة من يوم أمس سيئة لا تصلح إلا للأشياء المضرة بما ينفع كمثل استخراج السموم وغيرها ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد رح يمكث القمر فيها حتى الساعة تسعة وستة وعشرين دقيقة مساء من مساء يوم الأربعة 12-5 لا ينتقل بعدها القمر لمنزلة الهنعة وهي تصلح للمحبة والخير والقبول وبما أن القمر رح يكون موجود بالثور تأثيراته مثل اليومين اللي مضوا نشعر بالحذر أكثر ومن ميل للمحافظة على ممتلكاتنا وقل لما نبحث عن شيء جديد يجب أن نعتمد على أنفسنا ماديا وأن لا نفكر في اقتراض المال من مصرف أو من صديق في فترة وجود القمر في برج الثور يستحسن البدء ببرنامج ادخار ويمكن شراء عقار ما وقضاء ووقت ممتع في البيت بأي أعمال منزلية أو اجتماعات أو لقاءة عائلية بالنسبة للزوايا اللي رح تتشكل ما قبل خلو المسار في عنا ثلاث زوايا أول زاوية هي زاوية بطيئة رح تكون زاوية تسديس إيجابية بين المريخ وبين أورانوس وهاي رح تكون في تمام الساعة 2247 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج وحكينا كل توقيتنا هو بتوقيت جرينج حتى نوما ذكرت كلمة جرينج هو بتوقيت جرينج طبعا الزاوية هاي بما أنها زاوية إيجابية بنكتسب الشجاعة لاتخاذ قرار حاسم في حياتنا بسبب هاي الزاوية أو بتساعدنا على اتخاذ القرارات الحاسمة أما بالنسبة للزاوية التي تريها فهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين بلوتو وهاي رح تكون في تمام الساعة 6 و 6 دقائق صباحا بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ومنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة أما بالنسبة للزاوية الثالثة اللي هي بعدها مباشرة بصير خلو المسار هي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين المشتري وهاي رح تكون في تمام الساعة 12 و 23 دقيقة ظهرا يجب توخي الحذر ممن يحاولون استغلال طيبتنا وكرمنا بعدها مباشرة يعني أو بوقتها بيبدأ خلو المسار لأنها آخر زاوية قبل الانتقال خلو المسار هذا رح يستمر من الساعة 12 و 23 دقيقة ظهرا لغاية الساعة 12 و 42 دقيقة يعني تقريبا بحدود العشرين دقيقة فقط طبعا لازم نذكر نفس الكلام أنه في فترة خلو المسار هي فترة سلبية لا تصلح للبدأ بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيئ ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 12 و 42 دقيقة ظهرا القمر بصير استقر في برج الجوزاء وبلش يشكل أول زوايا لا إله زوايا منفصلة وتأثير القمر على جميع الأدراج لما بصير في الجوزاء في هاي الفترة بننشط في اتصالاتنا وبنشعر بعنصر الحركة بيلعب دور ملحوظ في حياتنا اليومية بيتقلب الناس من حولنا في أفكارهم وتصرفاتهم أكثر من المعتد وبيصعب تصديق كل وعد أو كلمة تقال علينا إنجاز اتصالاتنا الهامة من رسائل ومكالمات وغيرها بوسعنا أيضا الانضمام لدورة دراسية أو تعلم لغة جديدة أو الانضمام لعضوية نادي أول زاوية رح تكون ما بعد انتهاء خلول مسار واستقرار القمر هي برضو زاوية بطيئة زاوية هاي زاوية التثليث إيجابية بين عطارد وبين زحل وهاي رح تكون في تمام الساعة 6 و 33 دقيقة مساء بتعزز قدرتنا على تحليل الأمور أما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تقابل سلبية بين القمر وبين الزهرة وهاي رح تكون في تمام الساعة 10 و 20 دقيقة مساء أكثر المتضررين اللي بيكون عندهم مشاكل عاطفية لأنهم من خلالها ممكن يتجهوا للتنفيس من خلال صرف النقود بإسراف دون حساب وبما أن القمر رح يكون في الجوزاء معناة خلو المسار القادم رح يكون يوم الجمعة 14 و 5 رح يبدأ في تمام الساعة 10 و 50 دقيقة قبل الظهر ورح يستمر لليوم التالي أي ليوم السبت 15 و 5 ورح يستمر حتى تمام الساعة 31 و 30 دقيقة فجرا لا ينتقل بعدها القمر لبرج السرطان أما بالنسبة لعمر القمر العمر القمر الهلال الجديد وعمره يوم في تمام الساعة 3 و 5 دقائق صباحا بيصبح يومين نسبة الإضاءة بصير 2% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الثور حتى يوم عشرين 5 سعيدة بنسبة 50% أما بالنسبة للقمر في الثور وبدو ينتقل للجوزاء حتى يوم 15 و 5 سعيد بنسبة 30% عطارد في الجوزاء حتى يوم 29 و 5 سعيد بنسبة 85% الزهرة في الجوزاء حتى يوم 2 و 6 منتحس بنسبة 15% أما المريخ في السرطان حتى يوم 11 و 6 سعيد بنسبة 30% المشتري في الدلو حتى يوم 13 و 5 سعيد بنسبة 15% زحل في الدلو حتى يوم 23 و 5 منتحس بنسبة 10% وأورانوس في الثور حتى يوم 28 سعيد بنسبة 15% نيبتون في الحوت حتى يوم 25 و 6 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 16 منتحس بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل يوم بيحمل معها فرصة مالية ممكن تكون مفاجئة أو تدخل تحسين على ميزانيتكم ممكن تعالج استحقاق مالي وزيادة رح تكون عليك في المصاريف أو صرف الأموال في ساعات الظهر القمر بده ينتقل فبصير هذا اليوم يعني بعطيكم نوع من أنواع النشاط في أمور الهلاقة بالدراسة والسفر والاتصالات واليوم بصير مناسب للخروج بنزهة قصيرة بيكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار أهم هي أنك تكون عنصر إيجابي وما تتسبب بنوع من أنواع النفور للأشخاص اللي حواليك أو اللي بتعاملهم معك اتفهم الآخرين وحاول أنك تبقى هادئ لا تفوت عليك فرصة المصالحة والتسوية حاول أنك يعني تكرر المحاولة أكثر من مرة أو المحاولات السابقة وما تستسلم حاذر من السرعة ومن سوء التفاهم برج الثور ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط أهم شيء أنك تبادروا لخطوة جديدة تدعم من مركزكم الاجتماعي في ساعات الظهر يعني الأجواء كلها بتصبح جيدة أو ممتازة بتحمل معها فرص مالية بتكون مفاجئة وبتدخل تحسين على مزانيتكم بتنشطوا باتصالاتكم وبزياراتكم وبتهتموا لترويج لخطة أو للقيام بزيارة أهم شيء أنك تتشجع بتعالج مسائل إدارية وتمويلية تطلب توقيع ومتابعة لدى المراجع المعنية برج الجوزة يوم بيتطلب منكم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني حاولوا إنجاز ما بوسعكم من عمل متراكم دون إهمال صحتكم طبعا هذا الأمر لغاية ساعات الظهر من ساعات ما بعد الظهر بتصير ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط أهم شيء أنكم تبادروا لخطوة جديدة الدعم من مركزكم الاجتماعي القمر بيجعل هاي الفترة مميزة واستثنائية بيدعوك الجو لبذل الجهد من أجل إشاعة السلام وبلغ التفاهم وتعتبر هاي الفترة من أجمل أيام الشهر وأكثرها دعما إلك خذ المبادرة وكون شجع برج السرطان ابتسعدوا من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم بفاجئكم أحدهم بتصرفاته أو بطلباته ولكن من ساعات الظهر القمر بصير موجود في بيت المتاعب فهذا اليوم بيطلب منكم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني وإنجاز ما بوسعكم من عمل متراكم دون إهمال صحتكم لا تراهن على الحضوظ ممكن تعاني من الرقود أو مراوحة المكان لا تجازف بصحتك ولا بعلاقاتك الأفكار بتكون مشوشة والظروف بتكون مخيبة برج الأسد يوم مناسب للي بيبحث عن عمل أو بيرغب في إدخال تعديل عليه بوسعكم إثبات جدارتكم للمسؤولين لغاية ساعات الظهر من ساعة الظهر بتسعدوا من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم بفاجئكم أحدهم بتصرفاته أو بطلباته بترافقك رياح مؤاتية رغم الضغوطات كرر المحاولة إذا أردت الدعم والتأييد هاي فترة مناسبة للانضمام إلى جمعية أو مؤسسة بتتلاقى مع طموحاتك برج العذرة بيصلكم خبر من بعيد وبتنجحوا في أمور العلاقة بالسفر والاتصالات وبتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحباكم ولكن من ساعات الظهر أو من ساعة الظهر هذا اليوم بيصبح مناسب للي بيبحث عن عمل أو بيرغب في إدخال تعديل على عمله بوسعكم إثبات جدارتكم للمسؤولين الفترة هاي مهمة على الصعيد المهني والاجتماعي ولكن ممكن يكون فيها بعض القلق على أحد أفراد العائلة بتواجه مسؤولية أو عبئ مهني أهم إشي أنك ما ترتبك في المواقف الحساسة الجو العام بيكون في نوع من أنواع الصعوبة برج الميزان تم فرصة لمكسب مالي الوصلة بشراكة أو تعويض وصحتكم أو صحت قريب لكم بتكون بحاجة للرعاية لغاية ساعات الظهر من ساعات الظهر بيصلكم خبر من بعيد وبتنجحوا في أمور الهلاقة بالسفر أو بالاتصالات البعيدة وبتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحبائكم وبترتفع المعنويات وفرص النجاح بتصير ممتازة وبشكل كبير وبتعاود للإمساك بزمام الأمور هاي فترة إيجابية جداً بيسهل خلال هالحوار وبتفرح بخبر أو تجاوب بيكون لصالحك فترة فيها نوع من أنواع يعني لبعض الأشخاص سفر محتمل برج العقرب يوم مناسب للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني بوسعكم تعزيز شراكاتكم لغاية ساعات الظهر من ساعات الظهر بتتغير الأوضاع وبتمنحكم فرصة لمكسب مالي إلى الوصلة بشراكة أو تعويب صحتكم أو صحت قريب لكم بحاجة للرعاية ممكن تفكر بمستقبلك وراحة شيخوختك وبتأخذ المبادرة في الاتجاه المذكور قدم التنازلات وتراجع عن خطوات وقرارات سببت لك نوع من أنواع الإزعاج والعداوات بالفترة الماضية برج القوس رغم تراكم العمل أنتم قادرون على إنجاز حصة الأسد منه نظموا جدوى الغذاءكم وخذوا قسط كافي من الراحة حتى ساعات الظهر من ساعات الظهر أو بيصبح اليوم هذا مناسب للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني بوسعكم تعزيز شراكاتكم حاذر من الإنفعالات وبيصعب التفاهم معك وممكن تقع في ورطة أنت بيغنى عنها الجو بكون متوتر وممكن تظهر لك هاي الفترة مشكلة طارئة كون صبور وما تتدمر الفترة خالية من الحظ تماما برج الجدي ابترغبوا في التقرب من أحباءكم وتعزيز العلاقة معهم وبوسعكم ممارسة نشاط فني لغاية ساعات الظهر من ساعات الظهر رغم تراكم العمل أنتم قادرون على إنجاز حصة الأسد منه نظموا جدوى الغداءكم وخذوا قصد كافي من الراحة ما تلتهي بالقشور والأمور الثانوية اعتمد على جهودك وطاقتك لحصد النجاحات والأرباح راقب وضعك الصحي لأن الفترة هاي يعني برضو بتركز على الوضع الصحي وبتركز على الوضع المهني برج الدلو بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وتعزيز الروابط العائلية وانت يعني مع ساعات الظهر بتتغير الأوضاع بشكل إيجابي وبترغبوا بتقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم بوسعكم ممارسة نشاط فني بيطمئن بالك نسبيا وبتجد حليفي بيدعم تصوراتك لا تستسلم بل كرر المحاولات بترغب باستكشاف مناطق جديدة وبتميل للسفر أو للمشاركة في رحلات عمل الفترة هاي بتحمل يعني أجواء رومانسية ونجاح ولكن ممكن فيها كون فيها قلق حول أحد الأحبة برج الحوت بتنشطوا في أمور لها علاقة بالدراسة والسفر والاتصالات وهذا يوم مناسب للخروج في نزهة قصيرة بيكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار في ساعة الظهر أو في ساعة الظهر اليوم بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وتعزيز الروابط العائلية لا تسمح للعواطف أو لعواطفك بالتأثير على سلوكك وأداءك لا تنفعل حتى لو شعرت بالانزعاج اسعى لتحسين موقعك في العمل ولا تثبيته قدم المساعدة يعني لأي شخص بيحتاجها أو بيلجأ لك لا تبادر بمساعدته هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء